السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طالب وطالبات الصف السادس لابتدائي أهلاً ومرحباً بكم وحلقة جديدة من حلقات مادة العلوم معاكم اسمها محمد إن شاء الله النهاردة يا أولاد هنستكمل مع بعض درس أخطار الكهرباء في بداية كل درس لازم نتعرف على نواة التعلم بتاعتنا عايزين كده في نهاية الدرس تكون قادرة على إيه؟ رقم واحد إنك تتعرف على أخطار الكهرباء واحتياطات التعامل معها اتنين إنك تجري بعض التجارب لتحديد بعض المواد الموصلة والمواد العزلة وأخيراً إنك تقدر دور العلماء في إفادة البشرية باختراعاتهم العلمية تعالوا نتذكر بعض المعلومات الأساسية اللي أخذناها الحصة الماضية طبعاً إحنا اتكلمنا عن الكهرباء وقلنا إن الكهرباء دي من أهم الاكتشافات اللي الإنسان توصل إليها وبتعتبر أحد مصادر الطاقة اللي بيعتمد على الإنسان وخصوصاً مع التقدم التكنولوجي فبستخدم الكهرباء في إيه؟ بستخدمها في الإنارة في مختلف الأماكن بستخدمها في تشغيل الماكينات بستخدمها في تشغيل الأجهزة الكهربية يعني الكهرباء يا أولاد مصدر لا غنى عنه فبالتالي الكهرباء لازم أتعامل معها بحرص لأن رغم إن هي مهمة جداً ولكن ليها أخطار عشان نقدر نتعرف على أخطار الكهرباء لازم أتعرف على المواد اللي بتسمح بصريان الكهرباء وهي المواد الموصلة والمواد العزلة اللي ما بتوصلش الكهرباء فعملنا نشاط كده بسيط يا أولاد هنتعرف منه على بعض المواد الموصلة والمواد العزلة جبني إيه في التجربة بتاعتنا؟ الأدوات بتاعتي كانت كالآتي أول حاجة عندي بطارية كمصدر للطيار القهربي بطارية أسلاك وعندي مصباح قهربي عشان يقول لي إذا كانت فيه في الدائرة القهربية بتاعتك كهرباء كهرباء ولا لا وبعض الأدوات زي مثلاً مصمار عملة معدنية قطعة خشب قطعة مطات زي الأستيكة وتعالوا نختبر خواص المواد دي هل هي بتوصل كهرباء أم لي تعالوا نختبر مع بعض كده المصمار يا أولاد لو أنا وصلت وقفلت الدائرة بالمصمار هلاحظ إيه؟ هلاحظ على طول إن اللمبة نورت طيب ده معناه إيه؟ معناه إن الدائرة قفلت وإن المصمار ده جيد التوصيل إلى القهرباء يبقى دي خدنا حاجة جيد التوصيل للقهرباء زي المصمار الحديد طيب إيه تاني؟ تعالوا نختبر كده مع بعض العملة مثلاً المعدنية العملة المعدنية أول ما قفلت بيها الدائرة برضو لاحظت إن المصباح بدأ ينير ويضيق معناه كده إن العملة المعدنية أيضاً من المواد جيدة التوصيل للقهرباء طيب تعالوا نختبر حاجة تانية زي ولتكن قطعة الخشب هلاحظ هنا المصباح لم ينير طيب ليه المصباح ما بينيرشي؟ لأن قطعة الخشب هنا مادة رضيئة التوصيل للقهرباء أو عزلة للقهرباء فبالتالي كأن الدائرة هنا مفتوحة فبالتالي المصباح لا ينير طيب تعالوا نختبر مع بعض كده قطعة المطاط دي زي الأستيكة برضو نفس الكلام يا أولاد لأن المصباح هنا لا ينير معناها أن الدائرة أيضاً مفتوحة وأن المصباح هنا ما بيمرش فيه طيار كهربي يبقى إحنا طلعنا من التجربة بتاعتنا دي باستنتاج مهم جداً وهي المواد الموصلة والمواد العزلة للقهرباء طيب تعالوا نعرف مع بعض كده بطريقة بسيطة إيه هي المواد الموصلة للقهرباء هقولك المواد الموصلة بالقهرباء هي مواد بتسمح بصريان القهرباء خلال مواد بتسمح بصريان القهرباء خلال زي مين المواد دي عند المعادن كلها المعادن كلها بتوصل قهرباء زي النحاس، الألمنيوم، الحديد، كل المعادن يا أولاد بتوصل قهرباء طيب، المواد رضيئة التوصيل للكهرباء أو المواد العزلة للكهرباء هي مواد هنا لا تسمح بصرايان الكهرباء خلالها، مواد لا تسمح بصرايان الكهرباء خلالها، طيب زي أمثلة إيه؟ عندي الخشب، الخشب رضيئة التوصيل أو عازل للكهرباء، نفس الكلام البلاستيك، مادة عزلة للكهرباء، القماش، مادة عزلة للكهرباء، الورق، عندي مواد كتير عزلة للكهرباء، يبقى احنا استنتجنا من التجربة بتاعتنا المواد الموصلة والمواد العزلة لانها هتنفعني في التعامل والاحتياطات مع الكهرباء طيب احنا قلنا ان الكهرباء رغم ان هي مهمة جدا ولكن لازم اتعامل معها بحذر لان لما تعملتش مع الكهرباء بحذر يا ولاد هنا هتنتج عنها بعض الاصابات الاصابات دي منها نوعين ممكن تكون الاصابة مباشرة وممكن تكون الاصابة غير مباشرة طيب الاصابات المباشرة دي الامثلة عليها زي ايه بتشمل ايه بتشمل عندي الحرائق الكهربية بتشمل الصدمة الكهربية بتشمل الحروق الكهربية واخد بالك في فرق بين حرائق وحروق هنلاحظ دلوقتي لما نخدم بالتفصيل حرائق هتبقى مرتبطة بالمكان اما الحروق مرتبطة بجسم الانسان يبقى نقول تاني مع بعض الاخطار المباشرة هي الحرائق الكهربية الصدمة الكهربية الحروق الكهربية اما الاخطار الغير مباشرة زي ايه زي السقوط مثلا من على السنة يبقى كده اخذنا انواع الاصابات تعالوا نشوفها بالتفصيل اكتر يا ولاد هنتكلم عن احد الاخطار الكهربية المباشرة وهي اصابات بتكون الكهربية سببا مباشرا في حدوثها يبقى الاخطار الكهربية المباشرة معناها ايه؟ معناها اصابات السبب فيها المباشر فيها هو الكهرباء زي ما قلنا الصدمة القهربية زي ما احنا شايفين كده في الصورة وزي الحرائق الناتجة عن القهرباء وزي الحروق الناتجة عن القهرباء يبقى دي كلها أخطار مباشرة طيب أول خطر معايا وهي الحرائق الناتجة عن القهرباء ايه الحرائق الناتجة عن القهرباء؟ يعني ايه كلمة حرائق ناتجة عن القهرباء؟ هقولك هي أحد أخطار القهرباء واللي بتحدث نتيجة زيادة درجة حرارة الأجهزة الكهربية يا الأجهزة الكهربية بينتج عنا حرارة هقولك آه في بعض الأجهزة الكهربية عند تشغيلها بينتج عنا حرارة زي الدفاية زي السخان زي المكوى كل دي أجهزة لما بتشتغل يا أولاد بينتج منها حرارة طب الحرارة دي إزاي تتسبب في حدوث حرائق هقولك أنا دلوقتي لو جبت جهاز بيولد حرارة وليكن مثلا هنا الدفاية ووضعتها بالقرب من المفروشات والجهاز ده زي ما احنا قلنا بينتج عنه او عن تشغيله حرارة الحرارة دي ممكن تعمل ايه في المفروشات ممكن تعمل حرائق بقى دي اول حاجة وضع جهاز يولد حرارة بالقرب من المفروشات طيب ايه تاني ممكن يتسبب في حرائق قهربية زيادة التحميل ايه زيادة التحميل ان احنا معظم عندنا في البيوت يا ولاد بنستخدم ما يسمى بالمشترك المشترك ده بضع فيه زي ما انتم شايفين كده ابتر من فيشة في المشترك طب ده بيعمل ايه بيزود التحميل فبينتج عنه درجة حرارة كبيرة بتنتج الى الحرائق زي ما احنا شايفين كده ان المشترك بتاعي مشتعل فدي برضو احد اسباب الحرائق النتجة عن الكهرباء طيب ايه تاني برضو عندي عدم فصل الطياري الكهرابي عن الاجهزة اللي بتولد حرارة بعد استخدام انا دلوقتي استخدمت الجهاز الكهرابي بتاعي المفروض ان انا افصل الطيار الكهرابي عنه ان انا انزع الفيشة نفسها يا ولاد مش ان انا اكتفي ان انا اقفل اه مفتاح الجهاز نفسه لا ده انا المفروض ان انا اشيل الفيشة نفسها زي ما احنا شايفين كده المكواة بدأت تحرق المشة او الملابس اللي انا بكويها يبقى دي كلها اسباب او اسباب نتجة من الكهرباء بتسبب حرائق كهربية طيب عرفنا الحرائق الكهربية بس اخد بالك بقى يا ولاد انا عندي فرق بين الحريق العادي وحريق الكهرباء ازاي؟ هقولك ان لما تحصل لقدر الله حريق عادي اي حاجة اشتعلت كده بس ما يكونش سببها الكهرباء هنا ممكن اطفيها بالماء العادي ماء الحنفية ليه؟ لان الماء هنا يا ولاد بيعمل على خفض درجة حرارة المواد المشتعة وبالتالي بيتطفي الحريق طيب انا لقدر الله لو حصل عندي حريق كهرباء حريق ناتج عن الكهرباء هل اننا ينفع اننا جيب الماء وروح اطفي بها حريق الكهرباء؟ هقولك لا في الحالة دي لازم ادوات خاصة بتطفي الحرائق بتاعة الكهرباء مواد خاصة بتطفي بها حرائق الكهرباء ما ينفعش استخدم الماء ليه؟ لان الماء دي بتاعة الحنفية يا ولاد الماء العادية دي ماء جيدة التوصيل لكهرباء هقولك معلومة كده هتنفعك قدام انا عندي نوعين من الماء الماء العادية اللي احنا بنشربها من الحنفية دي بنستخدمها وماء اسمها ماء مقترة الماء المقترة دي هي اللي فعلا ما بتوصلش كهرباء لانها ما فيهاش املح طيب الماء العادية بتاعة الحنفية لا المية دي فيها أملاح وهي دي السبب اللي بتخلي المية إنها جيدة تتوصيل للكهرباء يبقى أنا لما يحصل لقدر الله عندي حريق كهرباء ما ينفعشي أستخدم فيها الماء خالص في إطفاق هذه الحرقة وهنا هيقول لي سؤال علي ليه؟ هقوله لأن الماء جيدة تتوصيل للكهرباء معنى كده إن أنا بزود الحرقة معنى كده إن أنا بزود الحرقة لو أنا استخدمت الماء يبقى فيه فرق بين الحريق العادي والحريق بتاع الكهرباء طيب تاني حاجة هنتكلم عنها وهي الصدمة القهربية الصدمة القهربية ايه الصدمة القهربية دي يعني ايه صدمة قهربية يا ولاد هقولك هي احد اخطار القهرباء بس هنا هتنشأ او هتحدث نتيجة مرور الطيار القهربي خلال جسم الانسان هنا هيظهر لنا سؤال مهم جدا الكهرباء هنا هتسري في جسم الانسان هقولك اه معنا كده الانسان يعتبر موصل للكهرباء ولا عازل للكهرباء طبعا طالما انه هيسمح بمرور الطيار القهربي خلال جسمه يبقى اصبح الانسان هنا من المواد جيدة التوصيل للكهرباء طب ليه لان الانسان ده تلتين جسمه او سبعين في المية من جسمه يا ولاد مية واحنا قلنا ان المية دي بتوصل ايه بتوصل القهرباء يبقى جسم الانسان في مية واملاح يواصبح الجسم بتاع الانسان ده بيوصل قهرباء معنا كده ان لو الطيار القهربي دخل جسم الانسان هتحدث الانسان ما يسمى بالصدمة القهربية طب يطر ازاي القهرباء دي هتمشي في جسم الانسان او هتسري في جسم الانسان هقولك عن طريق مثلا انك تلامس سلك مكشوف لاحد اجزاء الجسم وملامسة الارض الجزء التاني يعني مثلا هنا السلك دي يا ولاد مكشوفة معزولة العزل بتاع البلاستيك اللي عليها اتقشر وتقصر واصبح الجزء بتاع النحاس بتاع السلك باين وواضح فجي الانسان مسك الجزء السلك اللي جوه النحاس اللي جوه تمام اصبح هنا والرجل التانية فين على الارض اصبح هنا الانسان داخل الدايرة القهربية او جزء من الدايرة القهربية فبالتالي هنا اهو الطيار القهربي دخل جسم مين الانسان يبقى تحدث الصدمة القهربية طب ايه تاني من الاسباب اللي ممكن تحدث فيها الصدمة القهربية هقولك ملامسة سلكين غير معزولين متصلين بمصدر طيار قهربي انا امسك اي سلك يا ولاد متصل بطيار قهربي وهو مش معزول بالبلاستيك بتاعه اصبحت كده انا جزء من الطيارة القهربية وهتحدث الصدمة القهربية طيب ايه رقم تلاتة رقم تلاتة ان اي جسم معدني في القابس ودي حاجات الاطفال بتاع بس بيها او بتعملها طبعا عندهم دراية في اطفال صغيرين ممكن يجيبوا مفتاح ممكن يجيبوا مصمار ممكن يجيبوا بنس يتمامتهم مثلا ويبتدوا يعبسوا في القهربة ويحاولوا ان هم يحطوها في القابس هنا ممكن تحدث الصدمة القهربية فبالتالي نخلي بالنا من الاسباب اللي بتحدث فيها الصدمة القهربية طيب احنا عرفنا الصدمة القهربية وحالات حدثها بنلاحظ ان فيه واحد اللي قدر الله بيقوله انه هو مات عن طريق انه هو هصلك له صدمة قهربية فيه واحد الحمد لله قدروا يسعفوه ويبتدي يعيش تاني الفرق من الاتنين الفرق من الاتنين او اضرار الصدمة القهربية هتتوقف على ايه وتعتمد على ايه على عاملين مهمين جدا اول حاجة يا ترى شدة الطياري القهرابي اللي دخل الجسم الانسان هل هي قد ايه هل هي كبيرة ولا متوسطة ولا قد ايه دي رقم واحد رقم اتنين الزمن اللي استغرقوا الطياري القهرابي في جسم الانسان قد ايه يبقى ان هنا عاملين مهمين جدا ممكن انسان مثلا ايده لمسة جزء مكشوف بس المدة ثواني معدودة وقدر يلحق نفسه فده بيعيش ممكن انسان مقدرش يلحق نفسه وفد الماسك فيه السلك وهو متوصل بالطياري القهرابي فهنا مقدرش يلحق نفسه فممكن انه هو هنا الزمن طال وشدة الطياري القهرابي كانت كبيرة فهنا ممكن يتعرض الى الوفاة فناخد بالنا يا ولاد يبقى اضرار الصدمة القهربية دي هتتوقف على عاملين مهمين جدا وهي شدة الطياري القهرابي خلال جسم الانسان كانت قد ايه والزمن اللي بيستغرقه الطياري القهرابي عشان يمر في جسم الانسان كان قد ايه ثالث حاجة هنتكلم عنها والاولاد وهي الحروق النتجة عن الكهرباء الحروق النتجة عن الكهرباء ودي برضو احد اخطار الكهرباء اللي بتسبب تدمير لانسجة الجسم قلنا في بداية الحصة في فرق بين الحرائق والحروق الحرائق كانت خاصة بالمكان اما الحروق خاصة بجسم الانسان فتؤدي الى تدمير انسجة جسمه تعالوا مع بعض نتعرف على اسباب حدوث الحروق الكهربية رقم واحد انك تلامس احد اجزاء الجسم مباشرة لمصدر الطياري القهرابي وطبعا ده نتيجة حدوث صدمة كهربية انا حدثت صدمة كهربية مر طياري القهرابي في جسمي وهنا زي ما احنا شايفين في الصورة حصل ايه حصلت الشرارة الكهربية فبالتالي عملت تدمير في انسجة جسمي وعملت حروق كهربية طيب ايه تاني ملمسة النار او الشرارة المتسببة في حدوث حريق كهربية لأحد اجزاء الجسم لقدر الله حصل حريق كهربية عن طريق مثلا زيادة التحميل هنا في الصورة اللي قدامنا وحصلت حرائق كهربية انا ما روحش امسك الحريق دي بايدي يا ولاد لانه ممكن تحرق ايدي برضو فهنا ده برضو سبب من الاسباب اللي هيؤدي الى الحروق الكهربية طيب ايه تاني ملمسة احد اجزاء الجسم لجهاز كهرابي يولد حرارة مثل المكوية احنا عارفين ان المكوية ده يتبقى تولد حرارة عن طريق الكهرباء تمام؟ فبالتالي انا لو الجزء المعدني ده مثلا لامس احد اجزاء جسمي برضو هيؤدي الى حروق كهربية يبقى كده اتعرفنا مع بعض على ايه؟ على الاخطار المباشر طب ايه بقى الاخطار الغير مباشر قالك هي الاصابات اللي بلا تكوني كهرباء سببا مباشرا في حدوث زي مثلا زي ايه؟ زي السقوط من فوق سلم او كرسي وانت بتتعامل مع الادوات الكهربية نتيجة حدوث ايه؟ نتيجة حدوث صدمة كهربية كده طيب لو الانسان هنا يا ولاد حدث لقدر الله صدمة كهربية ابتدي ايه الاسعافات الاولية اللي انا اقدر اسعده بيها عشان اقدر ان انا اخليه تاني يقوم واحاول اسعده قالك رقم واحد اني لازم اعزل المصاب عن مصدر الطيار الكهرابي اعزله ازاي؟ اروح اشده كده بايدي مثلا وعشان اعزله عن الطيار الكهرابي هقولك لا طبعا التصرف تصرف خطأ لاني انا كمان بوصل الكهرباء وكوني ان انا ادخل وامسك الشخص اللي فيه مصدر طيار الكهرابي ده يمعنى ان انا كمان دخلت الدايرة الكهربية وانا كمان هيحصل لصدمة كهربية طب اعزله ازاي؟ قالك امسك اي حاجة خشب وليكن عصى هل يكون مثلا كرسي خشب وابتدي ازق المصاب بي بحيث ان انا اعزله عن مصدر الطيار الكهرابي طيب ايه رقم اتنين؟ هنا لازم استغلق الطبيب فورا لان هو اللي هيتعامل معاه وممكن ينقل حالة دي للمستشفى لو كانت حالة كبيرة طيب رقم ثلاثة اعمل ايه برضو؟ يجب المحافظة على نبضات القلب اه انا هنا لازم اخلي مريض او الانسان اللي وصاب بالكهرباء لازم احافظ على نبضات قلبه طب احافظ عليها ازاي؟ ابتدي ادلك براحة ايدي كده على صدره عشان يفضل القلب مشغال طيب رقم اربعة معايا طب الانسان ده مش عارف يتنفس اعمل ايه؟ ابتدي اعمله تنفس صنوعي ابتدي اعمله تنفس صنوعي يبقى دي بعض الاسعافات الاولية يا ولاد لقدر الله لو انسان حدث له صدمة كهربية فبالتالي اقدر اساعده طيب احنا عرفنا اخطار الكهرباء تعالوا بقى نتعامل مع بعض ونعرف مع بعض ايه هي احتياطات التعامل مع الكهرباء اتعامل مع الكهرباء ازاي؟ مفيش غنى عنها ومفيش حد فينا هيقدر يستغنى عن الكهرباء مش معنى ان لها اخطار ان احنا هنبعد عنها تماما لا احنا ممكن نتعامل معها ولكن بحرص شديد جدا 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 وخصوصا مع الاطفال طب تعالوا نتعرف مع بعض على احتياطات التعامل مع الكهرباء. اول حاجة عدم وضع عدة وصلات في المصدر الكهرابي بالحوق. انا عندي مصدر القابس مثلا ما حطش فيه اكتر من فيشة يا ولاد. زي ما احنا شايفين كده ده المشترك اللي احنا اتكلمنا عنه وحطين فيه اكتر من فيشة. وليكن فشت التلاجة فشت السخان فشت الشاحن. هنا هزود التحميل زي ما اخدنا وهتحدث حرائق الكهربية. لا يبقى انا اعمل ايه? في كل اللي قابس احط فيشة واحدة. يبقى عدم وضع عدة وصلات في مصدر في مصدر الكهرابي بالحوق. رقم اتنين. احنا قلنا ان اطفال هم اكتر عرضة بالعبس بالكهرباء. لان هم ما عندهمش دراية كافية. فبالتالي عدم وضع جسم معدني في القابس. شايفين الولد ده بيعبس وماسك شوكة معدنية واحنا قلنا الاجسام المعدنية بتوصل الكهرباء. وبيحاول ان هو يعمل لها ادخال في القابس. طبعا ده تصرف خاطئ جدا جدا. يبقى هنا عندي عدم وضع جسم معدني في القابس. رقم تلاتة يا ولاد. وضع قطع بلاستيكية في القابس. طيب انا مش هقدر اتحكم مسلا في القابس اللي هو يعني بيبقى قريب شوية من الارض. يعني ممكن الطفل الصغير ممكن انه هو يطوله ويبتدي يتعامل معي. طب اعمل ايه? فيما يسمى بقطع بلاستيكية يا ولاد. اقدر اسدي بيها مكان او فتحات القابس بتاعتي. عشان لو جاي الطفل الصغير يعبس بيها مش هيعرف. والقطع البلاستيكية احنا قلنا ان البلاستيك مادة عزلة للكهرباء. يبقى استخدم قطع بلاستيكية واضعها في القابس. رقم اربعة عدم لمس الادوات الكهربية الموصلة بالكهرباء واليد مبلولة. احنا اتكلمنا عن المية. وقلنا ان المية دي من المواد جيدة التوصيل للكهرباء. يبقى انا ما تعملش مع الكهرباء يا ولاد وايدي فيها مية. سيدات البيوت كده يا ولاد ماما كده اللي ما بتيجي تغسل المواعين. ممكن تروح تلمس وايديها مبلولة مية كده. ممكن تروح تلمس الكبس بتاع المطبخ مثلا. هنا ممكن يحصل. ايه ممكن يحصل؟ ماس كهرباء وتحضل صدمة كهربية. فبالتالي عدم لمس الادوات الكهربية الموصلة بالكهرباء واليد ايه واليد مبلولة. رقم خمسة عدم تنظيف او اصلاح الاجهزة وهي موصلة بالكهرباء. مش لازم يا ولاد لما اجي انظف مثلا الاجهزة الكهربية بتاعتي تكون متوصلة بالكهرباء. المفروض ان انا انزع الفيشة الاول من القابس وبعدين ابتدي انف ايه الجهاز بتاعي او اصلح الجزء البايز فيه وبعد ما خلص ابتدي اوصله تاني بالكهرباء. رقم ستة عدم وضع المواد القابلة للاشتعال بالقرب من الاجهزة الكهربية التي تبعث حرارة. لو انا مثلا هشغل عندي المدفقة ما حطهاش جنب ستارك. ما حطهاش جنب مثلا اي حاجة ممكن تكون قبضة للاشتعال. لان احنا قلنا الحرارة اللي هتنتج من الاجهزة الكهربية هتتسبب في ايه? في حرائق كهربية. يبقى بالتالي عدم وضع المواد القابلة للاشتعال بالقرب منين من الاجهزة الكهربية التي تبعث الحرارة. عدم ترك السخيان الكهربية موصلا بالطيار الكهربية اثناء الاستحمام. بعض الناس بتستخدم السخيان الكهربية. تمام? لما المية تسخن يا ولاد ابتدي افصل واشيل فيشة السخيان وابتدي استحمها. طيب ليه? لانك هنا الكهرباء ممكن المية تتصرب للكهرباء او الكهربة تتصرب للمية فبالتالي بيحدث ايه? بتحدث برضو صدمة كهربية. يبقى هنا ما سيبش السخيان بتاعي متوصل بالكهرباء اثناء الاستحمام. لازم افصل الفيشة بتاعته. رقم تمانية عدم العبس بالتوصيلات الكهربية. انا مثلا ما بفهمش حاجة في الكهرباء. او ما بعرفش اتعامل مع الاسلاك الكهربية. يبقى عدم العبس بيها. ما عدش احاول اقول اجرب. ما ينفعش اجرب معه الكهرباء. يبقى عدم العبس بالتوصيلات الكهربية. كمان عندي عدم ترك الاسلاك مكشوفة وغير معزولة. احنا عارفين ان السلك بتاعي عبارة عن نحاس ومغطى بطبقة عازلة من البلاستيك. يبقى انا لو عندي السلك بتاعي البلاستيك ده بدأ يتشقق ويتقطع ويتقصص ويقع. فهنا بقى السلك النحاس بقى عرضة. هنا اللي عرضة لأي حد ممكن يلمسه ده احدث الصدمة الكهربية. انا علي بقى ان انا ما سبشي الاسلاك دي مكشوفة. لازم اعزلها بمادة بلاستيكية عشان ما تبقاش ايه? ما تبقاش عرضة لأي حد يا ولاد ان هو يتكهرب ويحصل له الصدمة الكهربية. يبقى عدم ترك الاسلاك مكشوفة وغير معزولة. عدم وضع الاسلاك الكهربية ملقاة على الارض وعدم وضعها اسفل السجاد. من هنا بيعمل اسلاك كتيرة يا ولاد ويبتدي يوصلها لمسافات طويلة وتحت السجاد. وده طبعا خطأ جدا لان هيعمل تعصر في المشي. وكمان لما بحطها تحت السجاد واسناء المشي عليها هيخلي المادة البلاستيكية اللي بتغطي السلك ده تتشقق وتتقطع وممكن تعمل ماس كهربي او ممكن تعمل صدمة كهربية او حروق قد كهربية. يبقى عدم وضع الاسلاك الكهربية ملقاة على الارض وعدم وضعها اسفل السجاد. اخيرا معاني يا ولاد في احتياطات التعامل مع الكهرباء فصل الاجهزة الكهربية بالمنزل عند انقطاع الطيار الكهربية. طبعا لما بيبتدي الطيار الكهربية انقطع عن المنزل ماما تقول لنا ايه روح فيه شيل فيشة التلاجة على طول. ليه بتقول لك شيل فيشة الاجهزة الكهربية عشان هنا الطيار الكهربية وهو لسه داخل البيت ما بيكونش منتظم ممكن ازيكون عنده زيادة في التحميل فلو دخل على الاجهزة الكهربية بالشكل ده يا ولاد ممكن يحرق الاجهزة الكهربية بتاعتي فالمفروض ان احنا نفصل الاجهزة الكهربية بالمنزل لما الطيار الكهربية ينقطع. كده اخذنا مع بعض احتياطات الامن مع التعامل مع الكهرباء وتعالوا بنا ناخد فكرة سؤال وجواب. اول سؤال عندي اكمل من امثلة المواد جيدة التوصيل لكهرباء من امثلة المواد جيدة التوصيل لكهرباء احنا قلنا كل المعادل ممكن نقول نحاس ممكن نقول الامنيوم ممكن نقول الحديد زئبق اي معدن معايا ممكن يكون المادة جيدة التوصيل لكهرباء. رقم اتنين من اسباب الحرائق الكهربية عايزة سببين من اسباب الحرائق الكهربية. قلنا حدوث الماس الكهربي نتيجة زيادة التحميل برضو وزيادة التحميل او وضع اكثر من فيشة فيه. قابس واحد. رقم تلاتة تؤدي الحروق الناتجة عن الطيار الكهربي الى. هنا لما بتحمس حروق كهربية يبقى هنا معناها انها بتدمر انسجة الجسم. يبقى تدمير انسجة الجسم. رقم اربعة تتوقف الاضرار الناتجة عن الصدمة الكهربية على نقط ونقط. احنا قلنا فيه عاملين مهمين جدا بيتوقف عليهم الصدمة الكهربية. رقم واحد هي زمن مرور الطيار الكهربي بجسم الانسان. ورقم اتنين شدة الطيار المري بجسم الانسان. يبقى زمن من مرور الطيار الكهربي وشدة الطيار الكهربية. اكتب المصطلح العلمي المواد التي تسمح بصريان الكهرباء خلالها. المادة اللي بتسمح بصريان الكهرباء خلالها. ولو سمحتم في السؤال الاسئلة اللي زي دي يا ولاد ما تدونيش امثلة. انا مش عايزة امثلة. انا عايزة اسم المصطلح العلمي. اللي بيعبر عنه الجملة دي؟ طبعاً هنا معناها المواد الموصلة للقهرباء. المواد الموصلة للقهرباء. رقم اتنين أحد أخطار الكهرباء التي تسبب تدميراً لأنسجة الجسم. أحد أخطار الكهرباء اللي بتسبب تدميراً لأنسجة الجسم هي هنا بنقول الحروق الكهربية. رقم ثلاثة حرائج تحدث نتيجة زيادة درجة حرارة الأجهزة الكهربية. حرارة نتجة من الأجهزة الكهربية يبقى دي حرائق كهربية. رقم أربعة أحد أخطار الكهرباء والتي تحدث نتيجة مرور الكهرباء داخل جسم الإنسان. هنا كهرباء داخل جسم الإنسان يبقى معناها الصدمة الكهربية. صوب ما تحته خط. الماء المقتر جيد التوصيل للكهرباء. احنا قلنا الماء المقتر ده معناه ايه؟ مادة أو ماء مية خالية من الأملاح. يبقى هنا مش هتصبح جيد التوصيل ولا حاجة. يبقى هنا هتصبح مادة رديئة التوصيل للكهرباء. رقم اتنين جسم الإنسان رديئة التوصيل للكهرباء. ما كانش هتحدث الصدمة الكهربائية لو كان جسم الإنسان رديئة التوصيل للكهرباء. يبقى هنشيك كلمة رديد يا ولاد، وهنكتب جيد التوصيل للكهرباء لأن 70% من جسمه مية وأملاح. لا يستخدم الماء في إطفاء الحريق العادي. طبعاً الحريق العادي ممكن أستخدم فيه الماء العادي جداً، ما فيش أي مشكلة. ولكن لا يستخدم الماء في إطفاء الحريق الخاص بمين؟ بالكهرباء. أربعة، تحدث الحرائق الكهربية نتيجة مورود طيار الكهربي خلال جسم الإنسان. هنا مش هتحدث حرائق الكهربية، هنا تحدث الصدمة الكهربية. ده علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. رقم واحد، المطاط موسط الجيد للكهرباء. إحنا جمالنا التجربة مع بعض يا ولاد، وعرفنا أن المطاط دي مادة رديئة التوصيل أو عزلة للكهرباء، فبالتالي العبارة عبارة خاطئة. رقم اتنين، يستخدم الماء في إطفاء الحرائق الكهربية. عرفنا برضو أن الماء موصلة للكهرباء، فبالتالي العبارة عبارة خاطئة. رقم ثلاثة، تحدث الصدمة الكهربية بسبب مرور الكهرباء في الأسلاك. طبعا ما هي الكهرباء لازم تمر في الأسلاك، يبقى هنا مش هتحدث الصدمة الكهربية ولا حاجة، يبقى العبارة برضو عبارة خاطئة. أربع يعزل المصاب بالصدمة الكهربية عن الدائرة بقطعة خشب. هنا لما هتلاقي مصاب ماسك في سلك، مش معزول، وبالتالي حصريك للصدمة الكهربية، فعلا بجيب أي مادة خشب، وبتدي أزق بيها المصاب علشان أعزله عن الدائرة الكهربية. يبقى فعلا العبارة عبارة صحيحة لأن الخشب من المواد العزلة للكهرباء. ماذا يحدث لو تم إدخال جسم معدني في القبص؟ إيه اللي هيحدث يا أولاد لو أنا جبتي مثلاً مثلاً مصمار كده، وبدأت أدخله في القبص؟ المصمار ده إيه مادة إيه؟ أو جسم معدني مادة إيه؟ مادة موصلة للكهرباء، فبالتالي هتحدث هنا الصدمة الكهربية. تحدث الصدمة الكهربية. ماذا يحدث لو تم وضع المدفأة ملاصقة لمفروشات وسجات؟ لو جبت الدفاية كده، حطتها بجوار مثلاً سطار أو سجات أو الأنتري بتاعي. طب إيه اللي هيحدث؟ المدفأ دي بينتج عن تشغيلها حرارة، فالحرارة دي هتؤدي إلي إيه؟ إلى حرائق كهربية. يبقى حدوث حرائق كهربية. ماذا يحدث لو لمست الشرارة الناتجة من الحريق الكهربي أحد أجزاء الجسم؟ لو الشرارة دي لمست أحد أجزاء جسم الإنسان يا أولاد. هيحدث إيه؟ طالما خصت جسم الإنسان تحدث الحروق الكهربية. تحدث حروق لأنسجة الجسم أو تحدث الحروق الكهربية. بيقول يعلن تصنع الأسلاك الكهربية من النحاس للسلك نفسه يا أولاد بصنعه من النحاس. طبعاً عشان النحاس دي مادة جيدة للتوصيل للكهرباء لأنها مادة جيدة للتوصيل للكهرباء. رقم اتنين تغطى كابلات الكهرباء بمواد عزلة. الكابل بتاع الكهرباء نفسه يعني مادة النحاس دي لازم أعزلها. لازم أعزلها بمادة عزلة طبعاً هنا لمنع انتقال الكهرباء لجسم الإنسان أو لمنع حدوث الصدمة الكهربية. يجب عدم وضع جهاز يولد حرارة بالقرب من المفروشات هنا طبعاً احنا قلنا لعدم حدوث الحرائق الكهرباء. لا تطفق حرائق الكهرباء بالماء. ليه ما بطفيش حرائق الكهرباء يا أولاد بالماء؟ احنا قلنا طبعاً لأنه جيد التوصيل للكهرباء. لأنه جيد التوصيل للكهرباء. اختر الإجابة الصحيحة جميع ما يلي مواد موصلة للكهرباء. ما عدد حديد ولا الألمنيوم ولا الخشب ولا النحاس؟ احنا قلنا المعادن كلها بتوصل. يبقى الحديد والألمنيوم والنحاس دي موصلين للكهرباء. ولكن بقول لي ما عدد يعني عايز مادة عزلة للكهرباء. يبقى طبعاً الخشب. رقم اتنين من المواد الموصلة للكهرباء. عايزين هنا مادة بقى بتوصل الكهرباء. يعتبر البلاستيك، المطاط، الورق، الحديد. مادة موصلة للكهرباء يبقى أكيد هي الحديد. لأن جميع المواد التانية مواد عزلة للكهرباء. تصنع أسلاك كأسلاك الكهرباء من سلك الكهرباء. بصنعه من ايه يا أولاد؟ الحديد ولا الخشب ولا البلاستيك ولا النحاس؟ طبعاً هنا أسلاك الكهرباء هستخدمها من النحاس. تصنع أسلاك الكهرباء من النحاس. زيادة التحميل الكهرباء على الأسلاك تؤدي إلى صدمة كهربية؟ ولا حرائق كهربية؟ ولا حروق كهربية؟ ولا لا توجد إجابة صحيحة؟ لما بزود التحميل يا أولاد، بقى هنا هتحدث على طول حرائق كهربية. حرائق كهربية. تشمل الإصابات المباشرة الناتجة عن سوء استخدام الكهرباء؟ تشمل الإصابات المباشرة الناتجة عن سوء استخدام الكهرباء؟ يترى تكون حرائق كهربية ولا صدمة كهربية ولا حروق كهربية ولا جميع ما صبق. طبعاً هنا الإصابات المباشرة جميع ما صبق. سواء كانت حرائق كهربية أو صدمة كهربية أو حروق كهربية. كلها إصابات مباشرة نتجه عن سوء استخدام الكهرباء. وبكده كون حلقتنا انتهت النهاردة. يارب يكون الدرس سهل وبسيط وقدرت تفهمه. وان شاء الله نلتقي مع بعض في حلقة جديدة من حلقات مادة. العلوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.